أمرت النيابة العسكرية في مصر باستمرار حبس الصحفي حسام بهشت أربعة أيام على زمة التحقيق بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية ونشر معلومات تضر بالسلم العام وفق ما ورد في عريضة الاتهام وأعلن عدد من المنظمات المحلية والدولية تضامنها مع حسام بهشت من بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يذكر أن حسام بهشت المتخصص في مجال الصحافة الاستقصائية يعد من مؤسسي منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية